اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابي أجمعين إزايكم يا حبيب قال بأخبركم وعملين إي يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ربنا يبارك للجميع يا رب النهاردة بإذن الله زي ما انتم شايفين معانا بقى فيديو جميل جدا 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 هنتكلم فيه عن حاجة أنا كنت نزلتها قبل كده شايفين بطة بطير إزاي هنتكلم النهاردة على حاجة كنت اتكلمت فيها قبل كده معاكم في فيديو لما قلتلكم فيه ناس كتيرة جدا كانت دخلت هجمتني بس دلوقتي عارفة أن ما فيش هيبقى مهاجمة لأن الحاجة اللي أنا هتكلم فيها ديت هي صحيحة صحيحة 100 مية وهتشوفوها الأيام الجاية وبالذات في شهر رمضان إن شاء الله هتشوفوا الأسعار اللي أنا أكلمتوك عليها قبل كده بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو عاوز أقول لكم ياريت كلنا نصلي على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام وأحب أقول لكم اللي قال لسه أول مرة يشوف قناتي ياريت ينزل اشترك فيها ويفعل الجرس على الكل وكمان ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك طبعا للقناة وجزاك الله كل خير زي ما انتم شايفين طبعا أنا النهاردة هنتكلم بس على السراع على الحاجات اللي احنا عملناها النهاردة طبعا نزلت فيديو الساعة تقريبا 4 العصر كان عن الفراخ وفوائد الشرشة ايه طبعا طبعا البط والفراخ اي عندك طيور عندك شرشة جبنة اسئهم منه بس طبعا مش على طول يعني فهمين هم 3 أيام بتحطي لهم الشرشة مضاف عليها مية عادية ملحة نفية بتحطها قدامهم لمدة 8 ساعة يعني كل يوم بتحطيها قدامهم لمدة 8 ساعات وبعد كده لمدة 3 أيام بس طبعا ديات فيها نسبة كالسوم عالية وفها كمان نسبة بروتين عالية غير ان فيها نسبة طاقة وغير كمان ان هي بتقاول جهاز المناعي والجهاز الهضم بتاع الطيور تمام وفها حاجات كويسة جدا 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 ومفيدة كمان للبط والفراخ وكل حاجة ولو فراخ عندك قطع بيت والبيض والبط قطع عندك بيت هيبدأ بإذن الله ان هو يبشر طبعا نسبة بروتين فها بتبقى عالية وكمان الكلسا تمام اه هنا طبعا زي ما انتم شايفين اه النهاردة كده بدأت ان انا اي يعني بصراحة كلها طلعتوا بالبط اكل بيت حتطلهم كده شوية اكل بيت كده يعني حبة كده معتبرين طبعا تأشير بطاطس على طماطم على بصل على عيش اه على حاجات بقى طبعا فايدة في قلب البيض زي ما انتم شايفين كده هو دوت طبعا اللي انا عملتولهم النهاردة عاوز اقولكو كانت واجبة سريعة وفي نفس الوقت كانت سهلة وفي نفس الوقت ما كانتش مكلفة ومشتريتلهمش اي حاجة يعني الحمد لله اه طبعا الكسي العلف اللي انا جدته اللي انا كنت مرهولكو تقريبا الفيديو اللي فات او اللي قابله الاتنين كيلو دولت خلصوا يعني الحمد لله خلصهم اه فطبعا يعني اللهم مستعان فاحنا بنبدأ طبعا يعني نستمد طاقتنا من اول وجدير عشان نبدأ ان احنا برضو اه نجيب برضو حتى لو شوية علف يعني زغيرين بلاش يعني اه حتى لو حبة بمية جنيه مش مشكلة بس طبعا علشان البط برضو يأكل معنا ويتغزة ويكون برضو تكون الاكل اللي احنا بندهاله ما يكونش كده اكل زي ما قلتلكو قبل كده وخلاص لا يكون برضو حاجة مغزية وفي نفس الوقت اتقالوا معنا عشان طبعا كل سنة وانتو طيبين رمضان على الابواب في احنا الايام دي بحاول بقدر الامكان ان انا زود لهم علف بحاول بقدر الامكان ان انا زود لهم اكل بزيادة عشان طبعا البط اللي يتقل معايا في الوزن او اخد الوزن اللي انا عاوزاه اقوم دبح على طول ان شاء الله وزي ما انتو شايفين التربية تتبطي دي كلها اللي حضراتكو شايفينها دي متربية من اول يوم لحد النهاردة من غير اعلاف مفيش اللي هو اول اسبوعين اللي اكلت في علف وبعد كده اكلت العجيارة وبعد كده اكلت زي ما انتو شايفين ربا وبرسم وبطاطا واخضار اكلت بصوا يعني الفوديوهات كلها متنوعة عندكم على القناة تقدروا تدخلوا تشوفوا كل حاجة على القناة ما شاء الله مزرعة البط الخليط المسكوفي دي كلها واكلة من اكل البيت واكلة كمان من الخضرة واكلة من البرسيم يعني بصوا اكلة حاجات كتيرة جدا 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 طبعا بدا خلوهم الايام دي نسبة من العلف زي ما قلت لكم في بداية الفوديوهات ان انا طبعا قبل ما هاتباحهم هسمن شوية او هتقل شوية علشان طبعا لما اجي اتباحهم يكون طبعا فيهم يكونوا كويسين وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يكونوا كويسين معي في الحجم بتاعهم والتقل بتاعهم واخد طبعا الوزن بتاعي اللي انا عاوزه طبعا الموضوع اللي انا كلمتوكو فيه قبل كده لما قلتلكو البط هيوصل مية وعشرين جنيه محد السدق ونس كتيرة جدا 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 دخلت حجمتي احب اقولكو ان البط بقى بمية جنيه كيلو حاليا لسه بقى طبعا لسه بقى شهر رمضان بقى الله اعلم الاسعار هتبقى في ايه عاوز اقولكو ان النهاردة بتاع الفراخ وحيات ربنا بيقولي ان الفراخ البيضة البيضة هتوصل الكيلو فيها بمية جنيه حتى هو بيقولي احنا ما عناش هنشتغل لان اصلا الطلب قل والفراخ محطوطة عنده في القفاص محدش بيشتري والله محد بيشتري فراخ فطبعا ديت هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا لان طبعا السعر عالي على المستهلك والناس دلوقت اصلا يعني اللي كان حتى بيأكل فرخة كل اسبوع معادش هيعرف ان هو يجيبها تمام فطبعا يعني الحمد لله والشكر لله ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نربي الحاجة بتاعتنا وانتاجنا وحاجتنا على السطوح في البيت فأي حتة المهم ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نشتريش حاجة من بره تمام هو ده طبعا لانا بقوله لكم ان احنا طبعا نعمل اكتفاء ذاتي لنفسنا من اي حاجة احنا بنحبه اذا كان بطة اذا كان فراخ اي الشي احنا بنحب ونعمل منه اكتفاء ذاتي وطبعا الحاجات ده كلها هتاكل من البوائي بتاعت اكل البت ااف انا معاكم ان اكل البت مش هيأكل مجموعة الطيور زي المجموعة اللي عند بسم الله ما شاء الله بس طبعا احنا بنخش معاها بدائل البدائل هي ايه؟ البدائل ان احنا بنجيب لها بطاطا بنجيب لها خضار بنجيب لها خضرة بنجيب لها برسيم بنجيب لها شوية دش او علف عليها بنجيب لها شوية سرسة بنجيب لها شوية ردة بنزوب بيها الحاجات ده كلها احنا بنشتغل بيها ومش كل يوم بنحط نفس الاكل يعني ممكن تتلاقي اليوم اللي قابليه غير الاكل اللي انت حطها لهم النهاردة يعني كلهم بيبقى فيه تغيير انا عاوز اقول لكم ان انا كمان ساعات ان انا ببتلاقيش حاجة حطها لهم فبجمع اي حاجة من القلب البيت وبحطها لهم بسم الله ما شاء الله البط بيأكلوا بيشبعوا وما فيش في اي حاجة بس طبعا احنا بنحاول برضو بقدر الامكان عاوز اقول لكم ان البط الخليط المسكوفي او المسكوفي فيه ميزة الميزة اللي فيه ايه هو ده طبعا هي مش ميزة هوا هو عيب ان انت لو سهيت عنه او ان ان انت مسلا اعادت مسلا يومين تلاتة قللتك الاكل معاه او ان ان انت يعني الواقبة اللي انت بتدهاله قللتيها بتلاقيه نزل معاك على طول في الوزن غير البط البلدي يعني انا بنصح حاليا بتربية البط البلدي ليه البط البلدي بيأكل متربي يترب على اكل البيت وفي نفس الوقت ما بيشلش اوزان يعني تقيلة معاك او اوزان كبيرة انما طبعا الخليط المسكوفي او المسكوفي بيشل معاك اوزان ما شاء الله ربنا يبارك بيشل معاك اوزان واحجام فطبعا اليوم اللي انت بتعدي في مثلا اه بتحط لهش الوجبة بتاعته الاساسية او ان انت بتأكليه زي الناس بينزل معاك في الوزن على طول وبيخس معاك وكأن اللي انت عملته الايام اللي فاتت كلها في الفاضي تمام فهو ده طبعا لانا كنت عاوز اقوله لكم النهاردة وبقول لكم ان البط زاد النهاردة الكيلو بمية جنيه عندنا هنا في دميات انا منش عارفة ايه الاسعار هنا في ايه يعني انا مش عارفة هنا ايه مثلا المحافظة الوحيدة مثلا اللي فيها الاسعار كده والله العظيم ما انا عارفها بجد كل حاجة هنا زيدة في زيادة في زيادة انا بسمع حتى الاعلاف لما جيت اجيب العلف كيلو بخمسة وعشرين الناس قالوا لي لا مش بخمسة وعشرين ده هو بواحد وعشرين يعني فيه فرق كبير جدا حتى وردو العجيارة اللي انا بجيبها لما جيت اجيبها كانت الاول الشكارة بمتان وخمستاشر وبعد كده حاليا بمتان وخمسة واربعين في ناس تانية بتبحها بمتان وخمسين ومتان وستين حسب طبعا اشتركوا في القناة